في الجانب المقابل حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم نعم وأكد زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن أوكرانيا تخض حربا نيابة عن العالم المتحضر ولن تسلم السلاح أبدا وستبقى تدافع عن أراضيها هذا وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن 19 دولة تقدم لها بشكل منتظم مساعدات عسكرية تتضمن أحدث الأسلحة والذخيرة وكذلك الوقود أريد التحدث إلى بوتين لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الحرب إن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم أنا رئيس منتخب من قبل الأوكرانيين ولا أجيد إطلاق من النار وأرغب بالسلام نخوض حربا نيابة عن العالم المتخضر ولن نسلم السلاح وسنبقى ندافع عن بلدنا بشأن الأسر الروس نحرص على معاملتهم بشكل جيد ونقدم لهم الرعاية نحن نريد الدفاع عن حريتنا ولن نسعى لقتل الجنود الروس أدعو الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية وفي حال هزمت روسيا أوكرانيا ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا إلى جدار برلين